من دون الخوض في التفاصيل الجزئية للآيات ومن دون ذكر الوقائع التاريخية التي حدثت على الأرض وإنما أقرأ الآيات وأوجه النظر إلى الجهة الإجمالية التي تخبرنا عن ذنب القرآن للصحابة وعن طاعتهم للشيطان فإن قوماً هذه أوصافهم لا يمكن أن يكونوا حافظين لدين النبي ولقرآن النبي لا بد أن يكون في الأمة من هو في نفس مستوى النبي كي يكون حافظاً للدين وحافظاً للقرآن في الآية الثانية والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما بعدها من الآيات أتمنى عليكم أن تنصتوا لهذه الآيات وأن تعودوا إليها بعد البرنامج إذا كنتم تريدون أن تتأكدوا من المطالب بأنفسكم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ هذا الخطاب للمسلمين لصحابة وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونْ مِنْكُمْ مَا يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَا يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين هؤلاء لا يمكن أن يستأمنوا على الدين ولا يمكن أن يستأمنوا على القرآن وأسراره دققوا النظر في الآية وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون الآيات تخبرنا عن فرار الصحابة بأجمعهم في واقعات أحد إذ تصعدون في حالة فرار وابتعاد عن رسول الله تركوا رسول الله وحده في الميدان إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ولكنكم لا تستجبون فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون هؤلاء كيف يوثق فيهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هؤلاء سيتعرضون لظروف قد تكون أقسى من هذا الظرف فكيف يستأمنون على الدين وعلى كتاب الله إذا كانوا معه رسول الله هذا حالهم بعد رسول الله ماذا سيفعلون لقد فعلوا الأعجيب فكيف يوثق به إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة هذا بعد أن رجعوا إلى رسول الله بعد انتهاء المعركة هذه الواقعة فيها تفصيل لتمييز المنافقين من غيرهم المقام لا يسع للحديث في التفاصيل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فكيف يثق بهؤلاء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب الذين فروا في يوم أحد الصحابة بأجمعهم لم يبق إلا علي ولذا نادى جبرائيل بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيد كيف إلا ذو الفقار إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا هل يستطيع أحد من السنة أن يطبق الآيات هذه على علي بن أبي طالب هل يستطيع أحد منهم إذا كان منصفا وعالما في أي موطن في أي مورد من كتبكم لا أتحدث عن كتب الشيعة من أن علي كان جزءا من هذه الآيات علي 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 دائما هو علي 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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم هؤلاء لا يثق بهم لكن الذي لم يكن ضمن هذه الآيات هذا شخص يثق به الذي بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد علي بعد ذلك التحق أبو دجانة الأنصار أبو دجانة الأنصار هو أول الراجعين وإلا فإن أبا دجانة الأنصار هو الآخر فر من ساحة المعركة لكنه رجع بعد ذلك فهو أول الراجعين من الذين فروا من ساحة المعركة علي هو الذي أدار رحاها أبو دجانة قاتل وقتل الذي بقي محاميا ومحافظا وحارسا وكاشفا للكربات عن وجه رسول الله علي هذا الذي يوثق به هذا الذي يمكن أن يكون حافظا للدين وحافظا لأسرار رسول الله وحافظا لكتاب رسول الله من بعد رسول الله هذا هو لا يستطيع أحد من السنة أن يقول من أن علي داخل في هذه الآيات ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون علي ليس داخلا في هذا الوصف إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم علي ليس داخلا في هذا الوصف كان النبي يقول لعلي يا علي ويشير إلى الجهة التي يهاجم منها الكفار رسول الله الذي كان يدفعهم هو ذلك الكرار غير الفرار الذي تميز بهذا الوصف رسول الله ما وصف أحدا من صحابته بهذا الوصف هذا الوصف خاص بشخص واحد إنه حامل ذي الفقار هو هذا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا علي ليس داخلا في هذه الآية علي لا يستزله الشيطان لا يمكن أن يكون هذا المعنى ينطبق على علي علي لا علاقة له بكل هذا الكلام علي خارج عن كل هذه المضام لا يستطيع سني عالم منصف أن يرد كلام هذا وإلى سورة التوبة إلى الآية الخامسة والعشرين وما بعدها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة على يد من على يد أميرها هكذا كان يقول رسول الله حين ينادي أمير الأمراء أمير المؤمنين أين كاشف الكربات عن وجه أين كاشف الكربات عن وجه كاشف الكربات عن وجه محمد المصطفى علي المرتضى صلى الله عليهما وآلهما هل يستطيع أحد أن يكذبني أتحدث عن عالم سني منصف هل يستطيع أن يكذبني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لقد فر فر إنهم فرارون ولذا فإن رسول الله وصف علي بأنه كرار غير فرار لأن القوم فرارون فرارون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين علي هو سيده سيد المؤمنين الآية المتقدمة علي ليس فيها علي ليس فيها وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين علي ليس هنا لا يمكن أن يكون هنا لا يستطيع عالم سني منصف أن يكذبني أن يرد علي وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين علي هنا علي هنا علي في كل آية فيها مدح الصحابة في كل آيات الذنب موجودون علي ليس موجودا هناك هذا هو الذي مودته واجبة وهذا هو الذي مودته أجر لمحمد وأجر لرسالته صلى الله عليه وآله هذا هو القربة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هو هذا هذا هو القربة هذا ومن هو في نفس الأفق من الذين ينطبق عليهم هذا العنوان عنوان القربة في سورة التوبة في الآية التاسعة والخمسين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هل علي هنا لا يستطيع عالم سني منصف أن يقول بأن علي هنا لكن صحابة هنا أنا لا أتحدث عن أن كل الصحابة هنا قد يكون البعض هنا والبعض هناك إنني أتحدث عن جهات الذن والقدح التي ذكرها القرآن بخصوص الصحابة بنحو عام ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون علي لا ينطبق عليه هذا الكلام ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الحديث عن علي هنا لا أريد أن أتناول الأحاديث الشيعية لكن عليا لا يؤذي رسول الله لن يكون من هؤلاء الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم إلى آخر الآية والآية تختم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قطعا هذا المضمون ينطبق على جمع كبير من الصحابة لكن هل ينطبق على علي لا ينطبق على علي ولي وليستطيع عالم سني منصف أن يكذبني في هذا في سورة التوبة في الآية الحادية والثمانين وما بعدها فرح فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر إنها تبوك حيث قال رسول الله لأمير المؤمنين حينما أبقاه في المدينة قال له القولة الشهيرة المعروفة المروية في كتب السنة وفي كتب الشيعة أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي محمد هكذا قال لعلي وهذا هو منطق القرآن أما القرآن ماذا يتحدث عن الصحابة في الوقت نفسه في الوقت الذي كان يقول محمد صلى الله عليه وآله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي كان القرآن يتحدث عن الصحابة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا هؤلاء الصحابة وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوه إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون إلى آخر الآيات التي هي في نفس هذا السياق جموع من الصحابة تنطبق هذه الآيات عليهم قطعا القرب ليس هنا قطعا علي ليس هنا قطعا لا يستطيع عالم سني منصف أن يرد علي كلامي هذا نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا الخطاب لصحابتي لكل صحابة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون علي لا ينطبق عليه هذا الكلام علي هو الذي حين برز في واقعة الأحزاب هكذا قال رسول الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله هذا هو الإيمان كله لا يستطيع أحد أن يكذبني إذا كان على علم وإنصاف من السنة أو من غيره هذا حال أصحابة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون أصحابة بأجمعهم وزلزل زلزالا شديدا علي ليس داخلا في هذا حين قال رسول الله لأمير المؤمنين لما أراد الخروج إلى ابن عبد ويت العامري قال له يا علي هذا عمر فارس يليل معركة في الجاهلية كان قد اشتهر بسببها قال يا علي هذا فارس يليل فقال وأنا فارس بدر قال هذا عمر ابن عبد ويت قال وأنا علي ابن أبي طالب وخرج ابن أبي طالب فقال رسول الله لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله فهذه المضامين لا تنطبق على علي لا تنطبق على القربة تنطبق على الصحابة هؤلاء لا يمكن أن يثق بهم فإن الله لا يثق بهؤلاء إنا نحن نزلنا الذكر نزل على جهة موثوقة إنه رسول الله وإنا له لحافظون حافظون عند جهة موثوقة كوثاقة رسول الله عند الله وإلا فإن هؤلاء لا يثق بهم هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور الكثير من الصحابة قالوا هذا الكلام وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة كذابون يريدون الفرار وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولكن الذي حدث وجرى على أرض الواقع خيانة لهذه العهود والمواثيق الذي وفى هو ذلك الكرار غير الفرار يستثنى في كل هذه الوقائع إنه مستثنى لا يستطيع أحد أن يدخله في هذه الوقائع وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أهلي ليس في هذه الآية فلان وفلان وفلان هؤلاء هم أبطال هذا المشهد هناك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا علي هو هذا الذي تتحدث الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب عن وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيز كفى الله المؤمنين القتال بعلي بعلي وهذا المضمون موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة وكفى الله المؤمنين القتال بعلي وحتى لو لم يكن الواقع يشهد بهذا المجريات التي جرت على الأرض كلها تشهد بهذه الحقيقة إنه القربة مجموعة القربة التي ما ذمت الصحابة مدحوا وذموا نساء النبي مدحنا وذمم القربة هي التي مدحت وما ذمت في كل الكتاب الكريم في سورة الأحزاب نفسها في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم هؤلاء كانوا يؤذون رسول الله الحديث عن الصحابة علي ليس هنا بيت رسول الله هو بيت علي وبيت علي هو بيت رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه كانوا يذهبون في وقت ليس مناسباً هؤلاء لا يعرفون اللياقة ولا أدب التعامل مع رسول الله ومع زوجات رسول الله ولذا فإنهم كانوا يؤذون رسول الله كيف يثق بهؤلاء كيف يكون هؤلاء أمناء على الأمة أمناء على الدين أمناء على أسرار القرآن لا يمكن أن يقبل هذا الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي يؤذون رسول الله في سورة نفسها في الآية السابعة والخمسين بعد البسملة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة هؤلاء كانوا يذهبون مستأنسين لحديث يريدون أن يأكلوا طعاما فكانوا يؤذون رسول الله إن ذلكم كان يؤذي النبي الله هو الذي يتحدث عن هذه الحقيقة فماذا سيقول الله عن أذية رسول الله حينما حمل صحابة الحطبة لإحراق فاطمة إنهم كانوا يريدون إحراقها وإحراق الحسن والحسين يريدون إحراق علي هذه الآية تتحدث عن هؤلاء إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة وبغض النظر عن هذه المضامين الشيعية والتي آثارها ودلائلها موجودة في المكتبة السنية بغض النظر عن هذا هذه الآيات تتحدث عن أن الصحابة كانوا يؤذون رسول الله إلى الحد الذي يلعنهم القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة في سياق إيذاء الصحابة لرسول الله هذا الكلام ليس عن النصارى وليس عن اليهود وليس عن البوذيين هذا الكلام في سياق الحديث عن الصحابة إلى الحد الذي سيلعنون بسبب إيذائهم لرسول الله إن كان ذلك في حياته أو بعد استشهاده صلى الله عليه وآله هؤلاء لا يملكون أدنى مستويات الأدب كيف يثقوا بهم أن يكونوا أمناء على حقائق القرآن أن يكونوا أمناء على الدين وهذا الأمر ليس خاصا بمجموعة قليلة من الصحابة هذا الحديث شامل لكثير من الصحابة بل لكبار الصحابة بل لكبار الصحابة إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات سورة الحجرات في أبي بكر وعمر بحسب صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر بحسب صحيح البخاري بغض النظر عن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة الآيات شديدة شديدة وهي تتحدث عن كبار الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إنهم لا يحسنون الأدب لا يحسنون معاملة رسول الله هؤلاء عديموا الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أدنى مسويات الأدب لم تكن متوفرة فيهم كيف يكونون أمناء على الأمة هؤلاء هم كبار الصحابة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم هؤلاء أمثال سلمان وأمثال المقداد وأمثال أبي ذار إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من الصحابة أكثرهم لا يعقلون الصحابة أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا الفاسق من الصحابة هؤلاء صحابة فساق السياق هو هو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين القرآن حدثنا عن الصحابة كثيرا وفضحهم وكشف عيوبه سورة النور هل هناك من قباحة أقبح مما جاء في حديث الإفك بحسب الرواية السنية فإن صحابة اتهموا عائشة بالزنا مع صفوان بن المعطل بحسب الرواية السنية في الرواية الشيعية فإن عائشة هي التي اتهمت السيدة مارية أم إبراهيم اتهمتها بالزنا مع جريج الذي كان خادما لها وجاء معها من مصر بحسب الرواية السنية فإن صحابة هم الذين اتهموا عائشة بأنها قد زنت بأنها زانية والذي زنى بها هو صفوان بن المعطل وهو من صحابة عيطن هو من صحابة عيطن هذا هو حال الصحابة كيف يثق بهم الآيات واضحة جدا في أن هؤلاء لا يثق بهم أنا لا أتحدث عن الثقة في المعاملات السوقية ولا أتحدث عن الثقة في العلاقات الاجتماعية ولا أتحدث عن الثقة في اعتماد رسول الله عليهم في بعض الأمور أنا أتحدث عن الثقة الكبرى أن نثق بهم في أن يكونوا مصدرا للدين ومصدرا لحقائق القرآن وأن يكونوا حافظين للقرآن حافظين لأسرار القرآن وأن يكونوا أمناء على الدين وأهل الدين من كانت هذه أحوالهم لا يمكن أن نضع فيهم هذه الثقة وهذا هو السبب في أن القرآن فضحهم وكشف معايبهم وكشف قلة عقولهم وكشف سوء أدبهم وكشف أنهم لا يمتلكون أدنى مستويات اللياقة للتعامل مع رسول الله وعائلة رسول الله القرآن هو الذي يتحدث عن هذه الحقائق هذه المجموعة الأولى الصحابة مثل ما مدحت ذمت وهذه صور من ذنب القرآن لهؤلاء الصحابة نذهب إلى فاصل